خلال زيارته للأردن أكد غبطة الكاردينال كير باتيستا بيتسابالا بطرييرك القدس للاتين أنه لا يمكن أن يكون للقدس وضع خاص دون وجود جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة وأضاف خلال مقابلة مع قناة المملكة أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل الفلسطينيين ومستقبل القدس دون وجود الأردن وعلى صعيد الأوضاع في غزة قال غبطته أنه لم يكن يتصور يوما أن يندلع صراع من هذا النوع في المنطقة ورأى نيافته في مقابلة مع صحيفة رومان والفاتيكانية أن الترميم ما هدم في قطاع غزة سيتطلب وقتا طويلا وجهدا عملاقا وتساءل غبطته خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى قبرص كيف ينبغي أن نعيش كمسيحيين في هذه الأوضاع الصعبة رغم أن هذا الصراع سينتهي عاجلا أم آجلا لكن نتائجه وإن عنكاساته ستكون وخيمة والأمور لن تكون كما كانت في السابق